التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بوزير دفاع جمهورية العراق ثابت محمد سعيد العباسي والوفد المرافق له وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية بمقر الأمان العام لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقى العسكرية وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكل البلدين التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد ثابت محمد سعيد العباسي وزير دفاع جمهورية العراق والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكستها على الأمن والاستقرار بالمنطقة في ظل الظروف والتحديات الرهنة كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون بين البلدين في العديد من المجالات وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة المصرية والعراقية مؤكدا الحرص على تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات العسكرية من جانبه أعرب وزير دفاع جمهورية العراق عن تقديره لجهود نصر الداعمة في محيطها الإقليمي والدولي متطلعا أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون بين القوات المسلحة لكل البلدين حضر اللقاء الفريق أسامى عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين والسفير العراقي والملحق العسكري لجمهورية العراق بالقاهرة اشتركوا في القاهرة